شؤون الجمارك دشنت نظام دفع المستحقات الإلكتروني وذلك في إطار استراتيجيتها للفترة من عام 2017 وحتى عام 2020 والتي تنص على تقديم خدمات جمركية متميزة من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع وتوفير خدمات جمركية هي الأفضل من ناحية الجودة والأقل سعرا من ناحية مبدأ التنافسية قامت إدارة الموارد المالية بمشروع يتضمن تركيب أجهزة تحصيل النقد والتي هي عددها سبع أجهزة وزعت على أنحاء المملكة البحرين في منافذها الجمركية طبعا هذه الأجهزة تسهل عملية تحصيل النقد في المنافذ الجمركية للمستفيدين من العمليات الجمركية وطبعا هذه منبثقة من المهمة الموجودة في استراتيجية شؤون الجمرك والخاصة به تسهيل حركة السفر وتسهيل للمستفيدين في العمليات الجمركية نظام الدفع الإلكتروني للمخلص الجمركي أو المستورد يتيح الدفع عبر الإنترنت حيث تم توفير سبعة أجهزة في كافة المنافذ كما يقدم الجهاز خدمات إضافية مثل عمليات الدفع لشركات الاتصالات وأيضا لبعض الوزارات إتحت عمليتين دفع الضرائب الجمركية عن طريق أجهزة يتم وضعها في المنافذ الجمركية المنفذ الجوي والمنفذ البحري والمنفذ البري وطريقة الثانية اللي نسميها أونلاين اللي هي الدفع المباشر من مكاتب تخلص الجمركي من خلال هذه العمليتين وفرت شؤون الجمرك الوقت والمجهود على المخلص الجمركي وعلى التاجر في نفس الوقت بحيث وفرت لهم الوقت وسرعة إنجاز المعاملات بالإضافة إلى توفير الخدمة هذه على مدار الساعة جهاز الدفع الإلكتروني يقبل الدفع بالدينار البحريني والريال السعودي بحد أقصى 500 دينار لكل عملية حيث لم تعود المنافذ الجمركية تتلقى المبالغ النقدية من موظفي الجمارك بعد قصرها على جهاز الدفع الإلكتروني مما ترتب عليه توفير وقت وجهد كبيرين في عملية التحصيل وإيداعها في البنوك بحيث تحول دور الموظفين المعنيين باستلام المبالغ النقدية قبل تثبيت الجهاز إلى القيام بدور المطابقة